شن طيران الجيش السوداني غارة جوية صباح اليوم على مواقع لقوات الدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم كما أطلقت منصات مدفعية تابعة للجيش عددا من القذائف الصاروخية نحن مواقع للدعم السريع في عدد من الجبهات مع استمرار طيران الاستطلاع في عملية المسح الجوي هذا وتتواصل الاشتباكات البرية في مدينة أمدرمان القديمة بشكل متقطع مع سماع أصوات إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة أيضا في السودان حيث أفد مراسل الحدث باستمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور وتخلل الاشتباكات أيضا قصف بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين كما تستمر الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة الفولة عاصمة ولاية غرب كوردوفان هذا تتواصل عملية الاقتتال في ولاية الفولة السودانية غرب كوردوفان حيث هاجمت أعداد كبير من قوات الدعم السريع صباح اليوم معسكر بطيرة والسيطرة عليه كما أدى الهجوم إلى سقوط ضابط وحصبة ثلاثة جنود آخرين هذا أجبر انفجار الأوضاع في ولاية الفولة العديد من المواطنين على مغادرة منازلهم تحت أصوات الرصاص وضمن أجواء محفوفة بالمخاطر وملئة بالتوتر فيما نقلت مصادر خاصة أن الإدارة الأهلية في مدينة الفولة نجحت في مساعيها للتهدئة بعد إقناع قادة قوات الدعم السريع بالتراجع عاقب استلامهم لمعسكر أبو طيرة وفيد أيضا بحرق مباني لقيادة وأقسام الشرطة وإدارة المرور ومصلحة السجلات بعد نهبها كما تم نهب استراحة الضباط وأقسام مخازن الأسلحة والإمداد والعربات بالكامل كذلك نهبت وحرقت مباني ومكاتب جهاز الأمن والمخابرات علاوة على نهب أمانة حكومة ولاية الفولة إضافة لنهب عدد من الوزرات هذا تعرضت مباني التأمين الصحي والعون الإنساني والصيدليات وجميع مكاتب ومخازن المنظمات المحلية والدولية العاملة بولاية غرب كردوفان للنهب أيضا هذا أعلنت أمس حركة الجبهة الثالثة تمازج الموقع على اتفاق جوبا للسلام أعلنت انضمامها للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع ضد ما وصفتهم بفلول النظام السابق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقاء السودان يحدثني من أمدرمان الصحفي في مكتب الحدثة شهدي نادر تحية طيبة أهلا بك شهدي في هذه الجولة الإخبارية إذن التطورات تبدو متسارعة في الخرطوم وخارجها كما حدث في كردوفان نبدأ من العاصمة الخرطوم تحديدا الحديث عن استهداف المدفعية لمواقع الدعم وتكثيف طائرات الاستطلاع لمسح كل هذه المناطق ما هي آخر التطورات الميدانية وكيفية تموضع أيضا قوة الدعم السريع في الخرطوم نعم آخر التحديثات في مال الوضع الميداني العسكري هو استمرار هذه الغارات الجوية التي بدأت صباحا في شرق مدينة الخرطوم امتدت إلى وسط الخرطوم نحو محيط السوق العربي كذلك امتدت إلى شرق مدينة بحري مع ملاحظة أن الطيران هذه المرة هو طيران بدون صوت ما يعني أن هناك مسيرات تدبع لها الجيش تهاجم وتشنغاراض على مواقع وتجمعات لقوات الدعم السريع بدت الأدخنة تتصاعد من عدة أنحاء في سماء مدينة الخرطوم وكما يواصل طيران الاستطلاع عمليات المسح الجوي كما قلت أنت في متن الخبر في مدينة أمدرمان تتواصل الاشتباكات البرية بشكل متقطع تستمر صوات إطلاق النار مع الإشارة إلى سقوط قذيفة قبل قليل بحسب ما علمنا في أحد أحياء مدينة أمدرمان القديمة ما أودع بحياة ما لا يقل عن شخص مدني واحد وأيضا وقوع عدة من الإصابات جراء سقوطها داخل أحد المنازل في أحد أحياء مدينة أمدرمان كما قلت أن الاشتباكات تتمدد وتتوسع غربا نحو ولاية غرب كردوفان قبل الحديث عن كردوفان تحديدا تران الاستطلاع تكثيف هذه الطائرات وكما تحدثت أنها مسيرات دون صوت هل تجبر قوات الدعم السريع على الاحتماء في مناطق مدنية مثلا؟ نعم هو غالبية الاستهداف لهذه المواقع أنها بجوار أو في نطاق مناطق سكنية كما تعلم فإن انتشار قوات الدعم السريع هو في طرق رئيسة وأيضا بجوار أحياء أو في داخلها وكذلك في بعض المرافق العامة في شرقي مدينة بحرية وتحديدا حلت كوكو حيث تصاعدت أعمدة الدخان بشكل مكثف وكانت مرئية إلى حد بعيد هناك تنصب قوات الدعم السريع ارتكاز هو كبير إلى حد ما هو يقع شرقي مقر سلاح الإشارة ومنطقة بحرية العسكرية في ضاحية كوبر شهدي بما تبقى لدينا من وقت فيما يتعلق بالميدانيات نتحدث عن التطورات في منطقة الفولة في كردوفان نعم فيما يلي الأوضاع في مدينة الفولة هي منذ أول من أمس بدأت هناك بوادر انفلات أمني يوم أمس كان عنوانه فوضى كبيرة حرق لمحال تجارية داخل السوق عمليات نهب واسعة طالت عدد من المرافق سوى مرافق الدولة والمرافق الخاصة هجوم شنته مجموعات مسلحة هي محسوبة على قوات الدعم السريع على مقر قوات الاحتياط المركزي كما ذكرت أنت لم يعلق للدعم السريع ولا حتى القوات المسلحة حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي يبين ما يجري أو حقيقة الأوضاع في ولاية غرب كردوفان ولكن اللافت هو أيضا دخول مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور في دائرة الصراع ونيران لاختتال هذه المدينة التي ظلت تعيش على وقع هدوء مستمر لجهة المبادرات مبادرات الإدارة الأهلية أيضا مجهودات حكومة غليم دارفور والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا إلا أنها يوم أمس شهدت استباكات عنيفة وتحديدا أنحاها الشرقية وكذلك أنحاها الشمالية ما قاد أيضا سقوط إصابات نتاج الاستباكات العنيفة التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة بشكل مكثف كذلك تستمر المواجهات لليوم السابع على التوالي في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور غرفة طوارئ مدينة نيالا رسمت صورة قاتمة عن الأوضاع هناك أشارت إلى فرار أو مقادرة عدد كبير من سكان وسط المدينة نحو مناطق آمنة أشارت إلى سقوط أعداد كبيرة جدا من القتلى يزعب حصرهم لجهة القيود الحركة المعروفة نتاج الاشتباكات العسكرية أيضا الإشكالات التي تواجه الاتصالات هناك أيضا تتحدد عن خروج غالبية مستشفيات المدينة عن الخدمة لجهة عدم مغدرة الكوادر الطبية على الوصول لجهة الإشكالات الكبيرة التي تواجه المستلزمات والعقاقير الطبية المطلوب توفرها طالبت ودعت وناشدت بوقف الاختتال حتى يتسنى معالجة الأوضاع الإنسانية التي تعيشها مدينة نيال على وجه التحديد شهدي كل الشكر لك بطبيعة الحال سيكون لنا عودة إليك فاور بروز الجديد من هذه التفاصيل الميدانية في مختلف مناطق السودان كان معنا من أمدرمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر